الجيش الوطني والمقاومة يواصلان تقدمهما في أجزاء من مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين في محافظة مأرب والتي من خلالها يتم استهداف عاصمة المحافظة بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا كانت صرواح يومي الخميس والجمعة على موعد مع عملية عسكرية واسعة للجيش الوطني لتحرير المديرية التي كانت مسرحا للمواجهات خلال العام الماضي وحتى اللحظة مصادر في الجيش قالت أنه تم استعادة موقع المصنع بوابة صرواح الشرقية وكذلك سلسلة جبال الأشقري المطلة على المديرية طائرات الأباتشي كانت هي الأخرى طرفا في العملية العسكرية حيث أمنت الغطاء الجوي للمقاتلين على الأرض باتجاه مركز المديرية وبحسب المصادر فقد دارت المعارك على محورين الأول باتجاه جبال الأشقري الاستراتيجية الذي تمت السيطرة على أجزاء واسعة منها بينما كان المحور الثاني جبال هيلان حيث تمكن الجيش والمقاومة فيها من استعادة السيطرة على أربعة مواقع أسفرت المعارك العنيفة عن سقوط عشرات القتلى والجرح من جانب الميليشيا بالإضافة لمقتل ثلاثة من رجال المقاومة وجرح سبعة عشر آخرين في تلك المواجهات صرواح المعركة المؤجلة رغم أهميتها الاستراتيجية والمعنوية تستمت فيها الميليشيا مستفيدة من التضاريس الوعرة وامتداد السلسلة الجبلية بمسافات طويلة لإدراكها أن خسارتها لصرواح تعني حسم وقت المعركة في أماكن أخرى لصالح الجيش الوطني